مباراة الأمس هي مباراة في الدور الممتاز بثلاث نقاط النادي الأهلي خسر مباراة لكن ما خسرش بطولة النادي الأهلي خسر مباراة لكن ما خسرش بطولة النادي الأهلي زعل الناس إن الكرف تاع الفريق مش في تصاعد فيه تزبزب شايفينه الفترة دي عشان كده ده هو قلق الناس وزعل الناس نرد إزاي اللعيبة جهاز الفني في الملعب هو ده أفضل رد الرد ما بيكونش بالكلام لكن لما بنتكلم بالورق والألم تعال أبسك كده الموسم من بداية الموسم النادي الأهلي لعب في كأس العالم للأندية في السعودية من أفضل النسخ وأفضل الكرة لعبها النادي الأهلي في تاريخه في كأس العالم للأندية وتوجنا بالمركز الثالث بعدها بيومين بتطلع على الإمارات علشان تلعب السوبر المصري بنسخته الجديدة بتلعب أمام سيراميكا كليو بطرة وبعدها بيوم ولا يومين بتلعب أمام فيوتشر وبتتوج ببطولة السوبر المصري هي دي البطولات علشان الناس اللي بتنسى احنا بس بنحب نفكر وبدي ثقة لعبت النادي الأهلي انتوا اللي عملتوا كده انتوا اللي فرحتونا من أيام قليلة النادي الأهلي بيتوج ببطولة كأس مصر أمام مين؟ أمام نادي الزمالك في المملكة العربية السعودية والنادي الأهلي بيفوز عن جدارة واستحقاق بنتيجة اتنين صف وكانت ممكن النتيجة تكون أكتر من كده مش هي دي البطولات اللي اشترك فيها النادي الأهلي وتوج فيها بالبطولات بتتكلم في ثلاث بطولات حصلنا عليهم السنة دي في الموسم اللي لسه ما انتهاش عندنا لسه فيهم تحديين مهمين جداً أول تحدي بطولة دوري أبطال أفريقيا عندنا مباراة مهمة يوم السبت القادم ومبطولة الدوري خلوهم يفرحوا بتلات نقاط خلوهم يفرحوا بمكسب مباراة لكن احنا النادي الأهلي بنفرح في النهاية بنفرح وإحنا وقفين عنصات تتويج بنفرح بالبطولة هو ده عهد لعب النادي الأهلي علشان كده بقول لي النادي الأهلي ولعبته وجهازه الفني لازم نقوم بسرعة ولازم نفوه بسرعة ولازم نلم الدنيا بسرعة علشان اللي جاي اللي هو مهم جدا لكن وإحنا بنتكلم عن مباراة الأمس وأنا هنا ما بديش أعذار أنا دايماً بدي العز للعب النادي الأهلي لما فيه أخطاء لما فيه أخطاء علشان كده لازم الجهاز الفني زي ما أنا بقول للعيبة لازم الجهاز الفني يشوف الأخطاء فين خلال الفترة اللي فاتت إنه واحد دفاعية وعدد الأهداف اللي دخل في مرمى النادي الأهلي وإحنا بنقول إن أي فريق بطولة بيبدأ مش من ناحة الوجومية بيبدأ من ناحة الدفاعية لازم نرجع تاني للمنظومة الدفاعية ونشوف الأهداف اللي بيستقبلها النادي الأهلي لازم يكون فيه تنظيم أكتر من كده في الملعب آه عندنا إصابات وإصابات مهمة ولعبين مؤثرين تخل لما نادي بيغيب عنه لعب أو اتنين بيتأثر بشكل كبير جدا تخل النادي الأهلي ما بيغيب منه محمد الشناوي وياسر إبراهيم أليو ديانج فكروني يا جماعة بالأسماء وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عشور وإحسين الشحات بيرسي تاو دي كلها وكريم فؤاد عناصر مهمة ومؤثرة بتتكلم في سبع تمن لعبين فين؟ في التشكيلة الأساسية لعيبة رجلها في الملعب لعيبة بتلعب منتخبات بقول لحضراتكم لما لعيب أو اتنين بيغيب من فريق بيتأثر بشكل كبير تخيل لما بسبع تمن لعبين بالمناسبة أنا ما بقولش الكلام ده عشان أقدم أعذار لكن هو ده الواقع تخيل مباراة الأمس وإنت عندك كم الغيابات دي كلها وإنت في المباراة ممن يدي الزمالك إنت الأفضل وإنت المستحوذ وإنت المسيطر وإنت لما لعبت بالتشكيل الأفضل الشوط التاني كان الشكل مختلف تماما وكنت ممكن تكسب لكن بأخطاء دفاعية سازجة أخطاء دفاعية سازجة سرحان كلام اللي احنا بنقوله الفترة اللي فاتت لحظات الأخيرة والوقت الأخير في المباراة لازم اللعيب يحتفظ بتركيزه بنسبة 100% كنت أنت الأفضل كنت أنت الأقرب للفوز أنت بتتعادل وممكن تكسب رغم الغيابات لكن احنا آه تلات نقاط خسرناهم لكن لسه مشوار الدوري طويل لسه مشوار الدوري طويل نادي الأهل قادر ولعبته قادر